موسيقى 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 كانت بتقولي ان السيطن ما تبقى شسر انها تحب بحر انت لسا تطلع على الوقت من عبد الخاص لريتسا ايه رايةك في الفيلم؟ حلو عجبني اول الفيلم فكرته جديدة وفيه حتة في الاخر جديدة وكده يعني لذيذي يعني كمان في الاخر الحتة اللي لضمت كله ببعض دي كانت قوية يعني هو يعني بالنسبة لان انا اول ماضى اشوف فيلم للممثلين دول كلهم فلا ارفجئت ان الفيلم حلو حلو عجبني هو كله على بعضه بصراحة يشدك من أول لقطة لأخذ لقطة ما تتوقعش أحداثه دي كتأهلة حاجة فيه الفيلم حلو جداً فيه طبعاً أكيد كل حاجة بيبقى فيه حاجات بسيطة بس الفيلم أوفرول حلو جداً تصوير الفيلم تحفى عجبني جداً كل حاجة مشاء الله الفيلم حلو قوي فيلم جامد جداً وحلو جداً وإن شاء الله بإذن الله يكسر الدنيا الفيلم حلو قوي والميكس اللي عامله كان حلو قوي واللي هو في النص كده كنت عايز أضحك عايات وبعد كده أضحك يعني ميكس حلو قوي والكصة حلوة يعني اللي هو تمثيل حتى مع الميزيك كله كان تحفى الفيلم حلو جداً وكستاته تشد جداً يعني ما كنتش متخيلة إن الفيلم يطلع كده بصراحة وانا جاية ما كنتش متخيلة إن الفيلم كده الفيلم رائع جداً وأهلا حاجة نهو بيتكلم عن كاتب وإزاي بيكتب وكده السناريو كان ممتع وأحداث الفيلم نفسها اللي هو يعني ممكن تكون كانت هادية شوية بس في نفس الوقت ما تحصكش بالملل يعني ونهايته طبعاً مفاجأة الممسلين من أكتر ممسل شدك أكتر دور عجبة لهم كلهم كويسين كانوا كلهم بصراحة يعني قدلوا يثبتوا نفسهم في الفيلم ده طبعاً أستاذ محمود حميدة يعني غني عن الإشهادة بتاعت يعني كان نهاية يعني ما يلغيتي مين تهي محمود حميدة رجل الكبير ما يلغيتي طبعاً بهم محمود حميدة في شاوي أمير مصري حقيقي كلهم كلهم حلوين ومن قلبهم كده كارولين دحكتني جداً مريم حساسة جداً كلهم حلوين قوي بصراحة أمير وميل غيتي أمير المصري وكل بنات كده يعني مش أنا محمود حميدة وأحمد الفشام كان جمدين بصراحة محمود حميدة طبعاً محمود حميدة ده طبعاً الكين جيبتاً أنا فعلاً محمود حميدة طبعاً يوسف عثمان التمثيل حلو جداً وأكتر قصة يعتبر عجبتني بتاعت محمود حميدة هي أساساً الكصة كلها بتاعت الفيلم عجبني القصة والتويست اللي حصيت في الآخرين مشاب بتاع لم يعرف أنه جداً يعني موجود وكده أنه محمود حميدة جداً فده مشاب ده كان حلو جداً قصة يوسف عثمان مع عائشة قصة الزوجة اللي هي لو حبت مش هيبقى عندها مانع أن حد تاني بيشارك حبها معاه لمجرد أن هي هتتطمن عليه قصة فشاوي وياسمين اللي هي كارولين عزمي جميلة جداً جداً فيه حتة مؤثرة قوي لما هي بتقول لها إيه أنها عندها لكيميا أو سرطان دم وخلاص هتموت يعني كمة الوفاء وكمة الحب أنها تكون بتفضل البني أدب اللي بتحبوا على نفسها استوى التصوير والإخراج والمزيكة أموماً كان فيه ميكس بين الأوروبي والمقاول العربي يعني هوا تحس أن هم رجعون الأيام زمان تصوير كان طحفة جداً والتمثيل كان حالو بس عائشة يعني لها ليش قوي بصراحة حاجة حلوة جداً جداً وحاجة جميلة بصراحة